ممكن يبقى Access ممكن يبقى orthostatic ممكن ميكتوريشن و ممكن نقف سنة على orthostatic orthostatic معناها ان انا لو مقفت فتح ممكن اعمل طولي خلاص ضغط بيحصل في الـ old age و الـ young age ايه السبب؟ اذا في برو ريسيطور بعد الـ old age الـ age بيعني لكل الـ component المستعدد اللي هي sympathetic tone طبعا هيقلل الـ برو ريسيطور يعمل برو ريسيطور فالبرو ريسيطور لا تبقاش قادرة ان هي تعمل الوظيفة بتاعاتها اول مع الـ change طبعا حقطار الحاجة مهمة هنسفها من الكاف والميكتوريشن اسباب الكتيرة دي و دي اسباب ريل شوية حافظ مع الـ carotid sinus syndrome ايه هي؟ المقصود بيه ان هو hyper sensitivity الـ carotid sinus برو ريسيطور يعني الـ carotid sinus برو ريسيطور حساسة جدا يعني واحد مثلا بيقفل الزرار بشكل داية او 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 بضغطة جاندة على الـ carotid sinus برو ريسيطور تشتغل جامد جدا 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 تشتغل جامد جدا جدا ويحصل ممكن فيه سبب تاني للـ syncope يا واحدة غير كل دول ما هو احنا عندنا للمثل برو ريسيطوريشن وكاف وميكتوريشن وكاروتد كلها اسباب جميلة سبب مهم جدا جدا في السنكوب ما هو يا دكتور حضروريشن وكاروتد يعني هم يس ليهم تقسيمها مثلا الكارديك بينقصب ان هو مثلا برو ريسيطوريشن صح وقفت سنة كان في ايئرزمي في الثرد ديجري او صح اشرحوا الياه ايه بيحصل في الثرد ديجري يعني الفكر عامل ايه بيحصل في الثرد ديجري بيبقى يعني فيه عدم تواصل تاني بين السينواتريالنوب والفنترق يعني ايه بيه السينواتريالنوب لا بتوصلش والفنترق اشتغال بالاديو والفنترق جدا جدا النوع تقريبا كام؟ تقريبا من خمسة عشر العشرين هو ثلاثين يعني خمسة عشرين ثلاثين بيتر منتر هو احيانا بيوصل لخمسة عشر احيانا يعني هو يشلق بالثلاثين صح برافو عليك فدا يعمل سينكو طيب فيه سؤال مهم عايزين نركز عليه في البار برسابتورز حتى رخمة بدايقة كل الطلبة طيب A الطيب A طيب A طيب A طيب A طيب B طيب A L 20 ميدي متر ميكرو أو 15 عشرة هو خمسة 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 ميدي متر ميكرو يبقى من 0 إلى 2 ونضح الثانية 0 إلى 5 ده آخر وخمسة بدليل الـ ventric المديم لابد الـ Atrium لازم يوصل إلى 0 في الـ Ison Voliometric كده كلام جميل صح هسألك انت قلت فعلا depression and the volume فيه سيروس في الموضوع بس انا عايز ليه سألتك السؤال ده عشان اقول النقطة مهمة جدا ايه هو الـ Bane Bridge Reflex الـ Bane Bridge Reflex هو الـ Infosive V هو الـ Type B Atrial Receptor تمام لما يبقى سيء انكليز فينس يترم تمام بيحصل استيميليشن من Type B Atrial Receptors Type B Atrial Receptors بشكل سريع ممنتالي بيروح معالي الـ Heartache تمام ازدان بـ Stimulation الـ Basal Antocent وإنهيبشن من الكارديو صح اخري صح اخري صح في نفس الوقت ده احنا كده بنقول انه هو فيه Increased Venous Return الـ Increased Venous Return بيبقى في الـ Right Intricle يروح على الـ Right Ventricle يعمله Pumping وده فيه Pressure Overload يحصل Pumping للـ Left Intricle للـ Left Ventricle يروح مزوده الـ End Diastolic Volume يبقى يبقى الـ Cardic Output الـ Stroke Volume قوي القوة بتاعيتها دي بتبقى مزوداني Cardic Output ومزوداني Arterial Blood Pressure تمام زيادة الـ Arterial Blood Pressure دي بتروح معاملة Stimulation الـ Bar Receptors تخلي الـ Heart 38 زي فكرة ماليس له كل ده بيحصل خلال ثانية فكأن الواحد كل ما ياخد Deep Inspiration يزول الـ Venous Return مجانا جاء على فجأة الـ Heart 38 بعد دي رحل ودائما ببقى ان قاعدة الشيء في الشيء يسكر زيادة ما ذكرنا الـ Reflex Bay Bridge اللي وراها Vizel Gerich Reflex ايه هو الـ Vizel Gerich Reflex بيحصل بسبب انه هو يبقى عندي كيميكالز معينة في الـ Coronary Arters الكيميكالز دي ممكن تبقى Toxins طبعا من الـ Infarct Myocardial Tissue و Myocardial Muscle او ممكن تبقى حاجات معينة زي الـ Pteridine زي الـ Serotonin المهم بذل تجارش في الـ PICS بيقلل لي الـ Heart Reign وبيقلل لي الـ Arteric Butt Precious تمام severe hypertension و severe bradycardia وحتى كل الكتب الكبيرة من ضمنها دكتور شوكري كان Psychological significance in human is not known يعني دايماً بيزرد جالش والبين بريتش عملوه على experimental doc يعني ما عملوهاش على human فالتفسير لسه مش معروف طب فيه سؤال مهم اخر سؤال مش معروف ايه function بتاع بالظبط اخر سؤال اخر سؤال سألولك يبقى خلصنا الجزء الخاص من Precious والشاك والسنكوب يعني refractory shock refractory shock يعني ileversible shock بمعنى 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 انه الكمبنساتوري ميكانزمس اشتغلت جال جدا 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 بحد ما حصل لها اكسوهوشن هو refractory to treatment صح resistant to treatment يعني جدا جديدك علاج يعني هو نسيته كتير نحيطوش فالكمبنساتوري ميكانزمس شرغال بحد ما حصل لها اكسوهوشن فذلك جاي يعملوا طبعا في النهاية كنت عايز أقول لكل الناس اللي سمعانا آخر حسة سؤال النظري اللي في الجزئية دي طبعا مهمة جدا بيتسيل على البرو ريسابتور ريفلاكس طبعا بيتسيل عليها بيتسيل على البيكانيزمس او الشاك كومبنسيتد او دي كومبنسيتد بيتسيل كمان على الهايبر تانشن وأسبابه كل دي نقاط مهمة جدا في النظر شكرا يا رجل شكرا